بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عجل وبقوله تعالى ولا يقبل منها عجل ولا تنفعها شفاعة وبقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وبقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وبقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين من الشبع التي اعتمد عليها الخوارج والمعتزلة ومن نفى الشفاعة في أهل الكبائر وإخراجهم من النار كما سبق أنهم أخذوا من هذه الآيات دليلا لهم لأن فيها نفي الشفاعة فيها نفي الشفاعة قالوا فهذا الدليل على نفي الشفاعة مطلقة أن هذا اليوم لا تطلل فيه شفاعة مطلقة فهم على العكس من القبوريين والمتصوفة والمشركين الذين يثبتون الشفاعة مطلقة أما آهل الصنع والجماعة فإنهم يتوسطون لا يثبتون الشفاعة مطلقة كما يثبتوا المتصوفة والقبورية ولا ينفونها مطلقا كما ينفيها الخوارج لما تجله من قال بقولهم وإنما يفصلون فيقولون الشفاعة حق ولكنها لا تقبل إلا بشرقين الشرق الأول إذن الله للشافع أن يشفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا والشرق الثاني رضى الله عن المشفوع فيه لأن يكون من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان لكن وقع في كبيرة دون الشرك استحق بها دخول النار وقد يشفع فيه فلا يدخلها أو يشفع فيه فيخرج منها بعد ما يدخلها لأنه من من رضي الله عنه يعني رضي قوله أو أصل الإيمان عنده وأصل التوحيد عنده وإنما وقع فيه كبيرة من كبائر الجنوب دون الشرك ودون الكفر وهذا مقتضى ما جاءت به الأدلة فلا يثبتون الشفاعة مطلقة ولا ينفونها مطلقة والآيات التي استدل بها من ينفي الشفاعة التقواما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة العدل هو الفدية لا يقبل منها عدل يعني فدية ولا تنفعها شفاعة هذه في المشركين والكفار في المشرك والكافر لا تقبل فيه شفاعة لأنه لم يرضى الله قوله ولا عمله لا يشفعون إلا لمن ارتضر والله لم يرقب الكافر والمشرك فهي واردة في نفي الشفاعة عن الكفار والمشركين لا عن أهل الإيمان وكذلك قوله فما تنفعهم يعني كفار فما تنفعهم لأن السياق في الكفار تساءلون عن المجرمين ما سلك قم في سقر قالوا لم نكن من المصدين ولم نكن ندعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكلم بيوم الدين هؤلاء الكفار قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافع وهذا بالإجمع عما الكافر لا تقبل فيه شفاعة يوم القيامة الشفاعة المنفية هي في حق الكفار وليس في حق المؤمنين بدليل الآيات والأحاديث التي جاءت بإثبات الشفاعة بأهل الإيمان ولا تغرب النصوص بعضها ببعض فهم أخذوا أحاديث نفي الشفاعة وتركوا أحاديث وآيات إثبات الشفاعة أخذوا بطرف وتركوا الطرف الثاني الحمد لله أهل السنة والجماعة عملوا بالأدلة كلها قيدوا المطلق فردوا المطلق إلى المقيد لم يأخذوا المطلق على إطلاقه وإما ما قيدوه بالنصوص الأخرى فما في الشفاعة المطلقة هذا مقيد لأن ذلك في الكفار والمشركين وليس ذلك في عصاة الموحدين فلا متعلق لهم لهذه الآية نعم وبقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وبقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الكافرون من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ما في بيع يوم القيامة ما في بيع تشتري حسنات ولا تشتري ما في بيع لا بيع فيه ولا خلة في الدنيا يصلك صاحب يصلك خليل يساعدك يعطيك من ماله يشير يتوجه لك عند أحد هذا في الدنيا الخلة تنفى في الدنيا ما في الآخرة يتبرى شك الوالد يتبرى من ولده والولد يتبرى من والده في يوم القيامة كل مشغول بنفسه كل مشغول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ماذا السبب؟ لكل مريم منهم يومئذ شام وغني كل واحد مشغول بنفسه هل ينجو أو ما ينجو فهذه الآية إنما هي في الكفار الكفار ما لهم يوم القيامة ما لهم حولة لا بد من دخولهم النار والخلود فيها أليس هناك سبب ينجيهم منها لأنهم لم يقدموا السبب سبب النجاة في الدنيا الآخرة ما هو السبب وتقطعت بهم الأسباب ولو يرى الذين ظلموا إن يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب تقطعت بهم الأسباب الأسباب إنما هي في الدنيا ما في الآخرة ما فيها أسباب ما فيها أسباب ما في العمل الذي قدمته في دنياك خيرا كان أو شرا فلا متعلق لهم ولله الحمد في هذه الآيات نعم وبقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع كذلك ما للظالمين من حميم يعني صديق مثل ولا أخلة يعني ليس لهم أخلة يم آه يساعدونهم كما في الدنيا من حميم يعني صديق ينفعهم ولا شفيع ولا شفيع ما لهم شفيع يوم القيامة يطاع لا تقبل شفاعة مثل قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني ليس لهم شفيع تقبل شفاعته والمرابد الظالمين هنا الكفار المرابد الظالمين هم الكفار وتمع في الآية التي قبلها والكافرون هم الظالمون نعم وفي قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وجواب أهل السنة أن هذا لعله يراد به شيئان أحدهما أنها لا تنفع المشركين كما قال الله تعالى في نعتهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الجواب عنها بشيئان إما أنها واردة في المشركين وهذا واضح وإما أن تكون واردة في العموم بالمشركين وغيرهم المشركين وغيرهم فيقال نعم حتى المؤمن ما تنفعه الشفاعة إلا بشرطين بشرطين شرطين إذن الله الشافع وشرط أيضاه عن المشفوع فيه نعم وجوابه أهل السنة أن هذا لعله يراد به شيئان لعله في جميع النسخ نعم لا ليس في جميع النسخ ظهر ما لحاجة لكن ما يخال نعم لأن دوله لعله يضعف الجواب نعم يراد به شيئان أحدهما أنها لا تنفع المشركين نعم هذا واضح نعم كما قال الله تعالى في نعتهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نفوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتان اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين ذكروا هذه الجراهم والعيال لله أولها لم نكن من المصلين فدل على أن الذي لا يصلي ويطرف الصلاة نتعمد أنه كافر أنه كافر حتى ولو لم يجحد وجوبها لم نكن من المصلين ما قالوا لم نكن نجحد وجوب الصلاة قالوا لم نكن من المصلين ذل على أن ترك الصلاة متعمدا كفر أكبر يخرج من الملة ولا تنفعه الشفاعة وما القيامة ولم نكن نطعم المسكين ومرعد ذهما على الزكاة لأن الزكاة ركم من عركان الإسلام وكنا نخوض مع الخائضين يجادلون بالباطل يجادلون بالباطل يشغلون أنفسهم لأشياء لم يكلفوا في الدخول فيها والطامة الكورى وكنا نكذب بيوم الدين تذبون بالبعث عياذ بالله ومن أنكر البعث فقد كفر من أنكر البعث فقد كفر فكل هذه كل واحد من هذه الأمور يقتضي الكفر فكيف إذا اجتمعت لذلك رفض على هذه على هذه الجرائم قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين إذا الشفاعة ما تنفع هؤلاء أما أن تنفع المؤمنين بإذن الله فهذا له أجلة أخرى نعم فهؤلاء نفع عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا نعم والثاني أنه يراد بذلك نراد الثاني والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدعي من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفع عنده بغير إذنه الجواب الثاني أن الآيات رد على من أطلق الشفاعة أطلق إثبات الشفاعة وطلبها طلبها من الأصنام والقبور والأضرحة والصور المصورة على صور الصالحين يظنون أن هؤلاء المخلقين يشفعون لهم عند الله ويصرفون لهم الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر تجد عند القبور صناديق النذور والصناديق التي تجد عندها المذابح المذابح الإذل والبقر والغنم تقربون إليها تجد الأكف مرفوعة في دعائها من دون الله والاستغاثة بالأمرات فالآيات على هذا الوجه ترد على هؤلاء وهؤلاء مثل السابقين من المشركين الذين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فإذا فإذا تبسل بالميت وصرف له شيئا من العبادة هذا شرك أكبر يخرج من الملة أما إذا تبسل به ولم يصرف له شيء من العبادة فهذا يعتبر بدعة يعتبر هذا بدعة لأن الله لم يشرع لنا التوصل بالأموات والتوسط بهم لا يشرع لنا ذلك بدعة لكن إن أضاف إلى ذلك تقرب إلى الأموات الزبح والنذر والاستغاثة كما هو الحال الخضوريين فإن هذا شرك أكبر يخرج من الملة وهذا شرك أهل الجاهلية يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم شو هستعتره أنهم يعبدونه إلا ليقربون إلى الله زلفة هذه حجتهم اللهم يدرون أنهم ما يقدرون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يخلقون ولا يرزقون ولكن أرادوا الواسطة فقط توسط لهم عند الله توسط لهم عند الله والله لم يشرع لهم ذلك نعم والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدعي من أهل الكتاب من الشرك يعني أهل جاهلية ومن شابههم من المنفسدين إلى الإسلام اليوم الذين اتخذوا القبور اتخذوها ألفانا تعبدوا من دون الله الزوجة بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة غير ذلك وتجدهم ينادون العموات يا علي يا حسين يا عبدالقابر يا يا شابلي يا هلان يا علان خصوصا في الشدايد خصوصا في الشدايد يهتفون بالأموات وينسون الله سبحانه وتعالى عكس ما كان عليه المشركون الأولون الجاهلية كانوا كانوا يشركون في حالة الرخاء لكن في حال الشدة كانوا يخلصون يخلصون الدعاء لله لأنهم يعلمون أنه لا ينتظ من الشدائد والفربات إلا الله عز وجل وإذا مسكنوا بره البحر ظل من تدعون إلا إياه أما المشركون من المنفسدين للإسلام فإنهم يزيد شركهم في الشدايد فهم إذا وقعوا في شدة أو في أو في أمواج البحر أوهاج البحر عليهم لا يقولون يا الله يقولون يا ثلان يا علام يا حسين يا عبدالقادر يا يهتفون بأسماء الأموات والعياذ بالله فصاروا أشد شرك من الأولين نعم وهم يزعمون إنهم مسلم نعم ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه من الكتاب مثل النصارى الذين غلوا في المسيح تخذوه إلها من دون الله مثل واتخذوا أمه مريم فهم أصل البلاء وقلدهم ونقلدهم من هذه الأمة نعم الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة وكما قاس قاس الشفاعة عند الله على الشفاعة عند الملوك والرهس فقالوا إن الملوك والرؤس تنفع الشفاعة عندهم حتى ولو لم يأذن ولو لم يأذن إذن فالله جل وعلا يقبل الشفاعة إذا كان الملوك والرؤس يقبلهم الشفاعة ولو لم يأذن فالله جل وعلا يقبلها من باب أولى هذا رد على الله جل وعلا الذي يقول من جل الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هذا رد على الله جل وعلا ثانيا هذا قياس قاس الخارق على المخلوق هذا تنقص لله عز وجل لغاية التنقص لله عز وجل لأن المخلوق مضطر إلى أنه يقبل الشفاعة ولو لم يرضى لأنه يخاف لو رد الشفاعاء صاروا ضده وهو محتاج إليهم وهو محتاج إلى الوزراء وإلى الأعوان ولو رد شفاعتهم لن قلبوا عليه فهو بشاجك إليهم فلذلك يقبل الشفاعة ولو لم يرضى أما الله جل وعلا فإنه غني غني عن خلقه لا يستاج إلى أحد غني عن خلقه النشرة الرابعة أن المخلوق السلطان أو الرئيس أو الكبير ما يعلم حوائج الناس قد بلغ عنها هذا مبلغ عنها أو ترفع له الحوائج ومبلغ أما الله جل وعلا فإنه يعلم حوائج خلقه ولا يحتاج إلى من إلا من يبلغ ذلك وهو يعلم سبحانه ومتعالى ففيه فروق بين الخالق والمخلوق وهذا قياس باطل ما كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة لحاجة لحاجة المشفوع عنده إلى الشافع رغبة في أنه يخدمه ورهبة أنه ينقلب عليه ويعابه هنا وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة نعم فالمشركون كانوا يستخدون من دون الله شفاعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة فأنكر الله هذه شفاعة هذا رد عليهم أنهم قاسوا الخالق فقالوا يقبل الشفاعة ولو لم يرضى كما أن المخلوق يقبل الشفاعة ولو لم يعدن ولم يرضى هؤلاء خواص الله مثل خواص الملوك فهم قاسوا المخلوق قاسوا الخالق على المخلوق تعالى الله الله عن الله للك ثم هم مع هؤلاء المتوسل بهم من الملائكة والصالحين منهم من صور صور الصالحين وعلقها ومنهم من رسم صورهم رسم منهم من صورها يعني نحة نحة كما فيل على على شكلهم ومنهم من رسم صورهم رسما فصاروا يعبدون هذه الصور ويخضعون بها ومنهم من يعبد القبر قبر الصالحين ما صوروا لكن يخضعون لها ويستئذلون للقبر ويحترمون حتى انهم ما ينشون بالنعال إذا قبلوا عليها تعظيما له منهم من يركع منهم من يحبو تعظيما للميت منهم من لو طلبت نمه اليمين بالله كاجبا بعد الركاء خلق ولو طلبت منه يمين بمن يعبده من القبر لارتعد واضطرب لأنه عظم الميت يخاف منه يخاف منه أكثر مما يخاف الله عز وجل لسيما إذا كانوا قريبين من الأغرحة يكون عندهم خوف رعب شديد ولا يخافون الله عز وجل يعظمون المشاهد ولا يعظمون المساجد مقود الله عز وجل فهذا من انتكاس الفقر وخيبة العقول في هؤلاء المنكوسين ولا يزال هذا البلا في بني آدم إما بسبب الجهل وإما بسبب دعاة الظلال الذين يزينون هذا للناس ويحسنونه ويرغبون فيه ونصفون من أنكره بأنه ظالم وأنه خارجي وأنه وأنه إلى آخر ما يقولون في دعاة التوحيد ناصفونهم به من الألقاب والتنهيل لا بشيء إلا لأنهم دعوهم إلى إخلاص العبادة لله ترك الشرك مثل ما فعل المشركون مع الأنبياء لما نعوهم عن الشرك تكلموا في حق الرسل والأنبياء صدوهم وشتموهم وآذوهم وهم رسل الله فكيف لا يعملون هذا مع العلماء ومع الدعاة إلى الله عز وجل لن يستغرب هذا نعم فأهل الشرك عندهم غيرها على أوثانهم على أصنامهم على معبوداتهم ولذلك يبدلون دماءهم وأمامهم دون لأنها أشربت في قلوبهم تعلقت في قلوبهم فأحبوها حبا شديدا وصار نجعها من قلوبهم صعب فهم ما بين جاهل لم يبين له ظن أن هذا خير وما بين متعمد مظل يريد أن نصرف الناس عن دين الرسل وعن دين الأنبياء إلى دين المشركين فالخطر عظيم وشديد لهذه الفتنة العظيمة نعم ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن يتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون عندهم الله سبحانه وتعالى قريب من عباده قريب من عباده كلهم هو قريب من الصالحين فقط هو قريب من عباده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاء فليستجيبون وليؤمنون لأنهم يرشدون فلنبعه لا تدعو الله مباشرة ترهى يديك إليه تتضرع إليه وهو قريب مجيب ويستدي حاجة إلى أنك توسط واحد حي أو ميت أنت بحاجة إلى هذا الله جل وعلا أمرك أن فادعوه يا شرف ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم أذال ادعوني بواسطة فلان لعلان ادعوني استجيب لكم ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسأل فأرطيه من يستغفرني فأغفر له فهن جل وعلا قريب من عباده ويعرض عليهم الدعاء ويعرض عليهم التوبة والاستغفار والسؤال يسألونه ويعيدهم بالإجابة والمغفرة فنمس بحاجة إلى أنهم يعبدون العمور ويجعلون ملفات بينه بين الله عز وجل لكن هذا من إغراء من إغراء الشياطين شياطين الإنس والجن دعاة الضلال هم الذين غرسوا فيهم هذه العقيدة الوثنية بغفلة من أهل العلم أو تساهل وكسل من أهل العلم في القيام بالدعوة إلى الله جل وعلا حتى نمت هذه الأمور وصارت في الدين حين المشكلة أن حينما تنكر يقولون هذا ينكر الدين ينكر الدين صارت في الدين والتوحيب صار ما هو الدين عندهم صار تنقص للأولياء والصالحين يقولون هل يتنقص ويقولون هذا ما يحب الرسول ولا يحب الأولياء والصالحين فهم يصفون إما أنه تنقص وإما أنه لا يحب هؤلاء الأنبياء والصالحين كذا يقولون نعم أنه يقولون أن الطائفة هل فلانية التي تدعو إلى التوحيد قلون هؤلاء لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون أن الوهابية ما تحب الرسول الآن يقولون الوهابية ما تحب الرسول ليه أنهم لا يدعونها من دون الله لا يدعونها من دون الله فمحبة الرسول هي أن يدعى من دون الله عز وجل هذا عندهم نعم فيشفعون عند الملوك بغير الملوك وقد يشفى وآحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة هذا الفرق بين الخالق والمخلوق نعم فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه من ذا الذي هذا استفى من كار معنه النفي أي لا أحد لا أحد لا نبي ولا رسول ولا ملك من الملائكة ولا صالح من الصالحين يشفع عند الله إلا بإذنه لا أحد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا أحد لا من الرسل ولا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الصالحين لا أحد يشفى عند الله إلا بإذنه نعم وقال سبحانه وكم من ملسهم في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كم تأتي استفهامية وتأتي خبرية بمعنى كثير وهي المراد هنا فالمراد هنا كم الخبرية بمعنى كثير وكم من ملس يعني كثير من الملائكة في السماوات قريبين من الله جل وعلا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله هذا الشرط الشرط ثاني ويرضى يأذن الله للشافع أن يسفع ويرضى عن المشفوع فيه لأن يكون من أهل الإيمان وأهل التوحيد لكن عنده بعض المعاصي التي تقتضي أو التي يستحق بها أن يعذب فيحتاج للشفاعة عند الله جل وعلا لعله أن يعفو عنه لعله أن يخرجه من النار وقال سبحانه عن الملائكة وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خسيته يمشفقون هذا وصف للملائكة الكرام وصف للملائكة الكرام المشركون يقولون الملائكة بنات الله ينسبون البنات إلى الله جل وعلا والنصارى يقولون المسيح ابن الله ينسبون الولد إلى الله أولئك ينسبون له البنات وأولئك نسبوا له الابن ابن الله قالت النصارى المسيح ابن الله والله جل وعلا منجهم عن الصاحبة والولد عن الصاحبة والزوجة والولد أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة الصاحبة هي الزوجة مع أنهم لا يرضون البنات لأنفسهم كان إذا جاء أحدهم بنت يكرهها كراهية شديدة وقد يدفنها حية تحت التراب حتى تموت تحت التراب وهي الموؤودة وإذا بشر أحدهم بالأنفاء ول وجهه مسودا وهو كريم يتيارى من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون يعني يبقيها حية مع الذل والهواء أم يبسه في التراب يتخلص منه وهي الموؤودة يدفنها وهي حية في التراب حتى تموت تخلص منها لكرهيتهم له فهم يكرهون لي أنفسهم ويجعلون البنات لله فلم ينزهوا الله عما ينزهون أنفسهم عنه تعالى الله عن ذلك فالله غني عن الولد لأن الولد جزء من الوالد وشبيه للوالد والله جل وعلا لا شبيه له ولا مثيل له وأيضا الوالد بحاجة إلى الولد ليخدمه وليه يقوم عليه والله غني ليس بحاجة إلى أحد ليس بحاجة إلى الولد فالغني عن خلقه سبحانه وتعالى فهم يجعلوا ملايكة بنات الله جعلوا ملايكة بنات الله تعالى الله عن ذلك أعد الآيات وقال الله سبحانه عن الملايكة وقالوا اتخذ الرحمن ولد قالوا اتخذ الرحمن ولد يعني بنات أو ابن كما تقوله النصارى يسمع الولد يطلق على الذكر والأنفى سمى ولد سمى ولد الذكر والأنفى قالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه هذا نفي وتنزيه لله أنه لم يبتخذ ولده فقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون بل الملائكة عباد والعبد لا يكون ولدا لله عز وجل العبد لا يكون العبد لا يكون ولدا لله جل وعلا الله غنيون عنه لأنه لو كان ولدا لله لصار إلها لو كان ولدا لله لصار إلها مثل الله لأن الولد جزء من الوالد كما قال تعالى وجعلو له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور به يعني لأن الولد ضبع من الوالد وقطعه من الوالد ومعنى هذا لا أنه يكون إله مع الله تعالى الله عن ذلك والله لا شريك له سبحانه وتعالى بل عباد قونهم عباد ينفي أنهم يكونون أولاد لله سبحانه وتعالى المسيح ابن الله تقول النصارى في حين أن المسيح عبد الله ورسوله ليس ابنا لله عز وجل بل هو عبد الله ورسوله ولهذا يقول المسيح يوم القيامة إذا سأله الله سبحانه وتعالى أن تقلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قالوا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ليس له حق في الألوهية إن كنت قلته فقد علمته ما يحتاج يخبرك أن تعلم أني ما قلت تعلم وأنهم كذبوا علي كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت ألا ملغوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم هذا الذي أمر به المسيح عليه السلام كإخوانه من المرسلين ما قال أنا ابن الله أو أنا شريك لله وفالي الثلاثة ما قال المسيح هذا الله جل وعلا يقول إن هو إلا عبد عن المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل عبد إن هو إلا عبد فالمسيح عبد لله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أن يقول لهم بنات الله لن يستنكف أن يكون عبادا لله ولا يدعون منزلة ليست لهم والعبودية هي أجل للمقامات العبودية لله هي أجل للمقامات كفى شرفا للإنسان أن يكون عبدا لله ولا يكون عبدا للشيطان أو عبدا للهواء وإنما يكون عبدا لله يعبد الله على حق على بصيرة هذا شرف للإنسان عبودية الإنسان لله شرف له والعبودية عبودية خاصة عبودية الخضوع لله والعبادة لله والثاني عبودية عامة بمعنى إن كل الناس مملكون لله جل وعلا والكل لله والله خلقهم وتجري عليهم أقداره سبحانه وتعالى صرفهم كيف يشاء إن كل من في السماوات والأرض طلعات الرحمن عبداء هذه العبودية عامة أما العبودية الخاصة التي معناها التشريف فهي إبادة الله جل وعلا بما شرعه ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأجل وصف أنه عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم سماه عبدا الذين يغلون فيه ويزعمون أنه ينفع الوبر من دون الله وأنه يقضي حوائج الناس بعد موته هذا من جنس ما يعتقده المشركون الأولون في معبوداتهم فسأل الله العافظ فهم يخرجون العبد ويجعلونه ولا هم مع الله عز وجل إما بأنه يملك النفع والضر يعطي من يشاوه ومنع من يشاء وإما بأنه ولد لله جزءا من الله فعلى الله عما يقولون عبويا كبيرا نعم بل عباد مكرمون فعباد مكرمون من الله جل وعلا فعبودية الله كرامة عبودية الله كرامة وقول الله يا عبادي الذين آمنوا هذا تشريف له نعم لا يصدقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يصدقونه بالقول لا يتقدمون على الله بالاقتراحات أو أن الله يفعل كذا أو يفعل كذا بل إنهم يصدقون لأمر الله جل وعلا فما أمرهم به نفذوه وما لم يأمر به توقفوا عنه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إذا أصدر إليهم أمرا بادروا إلى تنفيذه هذه العبودية لله عز وجل نعم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علمهم وحيط بهم لا يخفى عليه شيء وأما الله جل وعلا فلا أحد يحيط به قال جل وعلا ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما المسيح يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغروب نعم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هذا محل الشاهد ولا يشفعون مع ما عطاهم الله من الكرامات والأوصاف التي ذكرها في هذه الآية لا يشفعون إلا لمن ارتضى لا يتقدمون بالشفاعة عند الله إلا بعد أن يأذن الله لهم أفضل الشفعاء وسيد الشفعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا طلبت منه الأمم يوم القيامة أن يدعو الله لهم بأن يريحهم من الموقف الذي قال عليهم شق عليهم لا يبادره ويطلب من الله أن يخاسب العباد بل يخر ساجدا بين يد وربه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع ما يشفع إلا بعد إذن الله له نعم وهم من خشيته مشفقون خائفون من الله جل وعلا من خشيته وخوفه خائفون من الله إذا كانوا خائفين من الله دم على أنهم عباد وأنهم لا يصلحون لأن يكونوا آلهة أو يكون من الأمر شيئا نعم وقال الله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا ينكون مثقال درة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هذه الآية يقول انقطعت عروق الشرك من عصله انتبهوا هذه الآية قطعت عروق الشرك من عصله وردت على المشركين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله هذا أمر تحدي هذا أمر من باب التحدي لا ينكون مثقال درة في السماوات ولا في الأرض هذه واحدة وما لهم فيهما من شرك هذه الثانية وما له منهم من ظهير هذه الثالثة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هذه الرابعة إذن ما بقى مجال للمشركين أولا إنهم ما يملكون شيء الملك كله لله سبحانه وتعالى فكيف تطلب منهم شيء وهم لا يملكون شيئا إلا من ملكه الله منهم الملك بيد الله وللهم ما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء فالملك لله جل وعلا ما أحد يملك شيء الملك لله لا يملكون أقل شيء مفقال ذرة ذرة وهي الهباءة التي فطير في الهواء يقيل الذرة صغار النمل لا يملكون ما يزن ذرة من الكون الكون منه له لله سبحانه وتعالى فكيف تطلبون منهم وهم ما يملكون شيء ولا مفقال ذرة العادة أنه ما يطلب منه الإنسان إلا شيء يملكه ما يطلب منه إلا شيء مما يملكه تأتي عند الغني وعنده دراهم وعنده أموال وانتم احتاج تقول عاكم تصدقال يملك هذا أما كجي عند فقير معدم يطلب منه لا ما يستطيع ما عنده شيء هو أقل منك يمكن وأكثر حاجة منك فلا يطلب الحاجات إلا من الغني المالك لكل شيء وغى الله سبحانه وتعالى هذا واحد الثاني إذا لم يكن مالكا فربما يكون شريكا للمالك يكون شريكا للمالك هو ما يملك شيء مستقل لكن قد يكون شريكا للمالك هذا أيضا نفاه الله وما لهم فيهما من شرك ما لهم في السماوات والأرض شرك هابدا سماوات والأرض لله جل وعلا ما لحد فيها أي ملك ولا مشاركة ولا مشاركة أبدا هي ملك الله جل وعلا وما لهم فيهما من شرك الثالثة إذا لم يكن مالكا للشيء المقلوب منه ولا شريكا فيه فربما يكون أنه يعيني مالك يعيني مالك يكون وزيرا له يدبر معه الأمور ويساعد الله ليست ذلك لا يحتاج إلى أحد وما له منهم من ظهير ما له منهم من يعينه جل وعلا لأنه غني غني عن الأعوان وعن الشركة وعنه هو غني سبحانه وتعالى ما له منهم من ظهير ما بدي إلا الشفاعة نفاها الله عزيزي وقال ولا يسفعون إلا لمن ارتضى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أجن له وصارت وصارت الشفاعة ملك لله لا يحطل بها منه الشفاعة ملك لله أطلبها من الله قل اللهم شفع في فلانا شفع في نبيك شفع في ملايكتك أما نفتقل يا محمد يا جبراعيل يا كلم لا ما يشفع لا بإذن الله عز وجل أطلب من الله من شفع فيك الشفع شفع فيك رسوله شفع فيك ملاوكته شفع فيك عباده الصالحين تطلب من الله ما تطلب الشفاعة منهم مباشرة ولا يشفع ولا قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن صرع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أزين له إذن ما بقي للمشركين مجال تعلقون به ولذلك قالوا إن هذه الآية قطعت عروق الشرك من أصله لكن وين لتأمل وين لتدبر القرآن نعم وقال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاع أنا عند الله هم وعلمون إنهم لا يضرون ولا ينفعون يعلمون هذا إنهم ما يضرون ولا ينفعون لكن يضمنهم شيء واحد وهو الشفاعة ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله أنكم من لتجعلونهم شفاعا عند الله الله هو الذي يجعل الشفاعا ويأذن لهم الشفاعا وهنهد ملك لأحد هي ملك الله جل وعلا أن يستخدوا من دون من دون من دون الله شفاعا أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا الشفاعة ملك لله تطلب من الله والشفاع والشفاع ما يشفاع النابين شرقين الإذن والرضا نعم ويقولون هؤلاء شفاعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض الله لا يعلم من له شريك في السماوات والأرض وما لا يعلمه الله فهو باطل ومخان لأن الله يعلم كل شيء الله أخبر أنه ليس له شريك في السماوات ولا في الأرض فأنتم تقولون لا له شريك إذن أنتم أعلموا من الله تنبئون الله بما لا يعلم نعم ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه هذا التنزيح التصبيح معناه التنزيح نزه نفسه عن عقيدته من الباطلة وتعالى تعالى جل وعلا أنه ارتفع بذاته و و قدره وطهره على عباده نعم عما يشركون سمى ذلك شركا سماه شركا أن اتخاذهم الصفع عند الله بدون إذن الله وجضاه أنه شرك شرك بالله سبحانه وتعالى عما يشركون يعني وقال الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر به هذا خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنذر به يعني بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم خافون من لقاء الله سبحانه وتعالى ليس لهم من دونه أي غيره ليس لهم غير الله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم ولي يتولى أمورهم إلا الله سبحانه وتعالى ولا شفيع عند الله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون يتركون ماهم عليه من الشرك والشبه الباطلة تعلقات الباطلة نعم وقال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام بيّنها في سورة حاميم فصلت فصل هذه الأيام قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أنداد جالك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أخواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم السواء للسماوات وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أدخينا طائعين فقضاهم لسبع سماوات في يومين هذه يومين مع أربعة ستة أيام الخلق السماوات والأرض في يومين وتقدير الأقوات والمنافع في يومين وخلق السماوات في يومين صارت المجمع ستة أيام بداية من يوم بداية من يوم الأحد ونهاية بيوم الجمعة هذه الأيام الستة أما يوم السبت فلم يحصل فيه شيء نعم وقال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استلى على العرش أي على وارتفع على العرش والعرش هو سقف سقف المخلوقات سقف الجنة وهو أعلى شيء مخلوق عظيم هو أعظم المخلوقات هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات الله جل وعلا مستوى أي مرتفع فوقه على العرش يعني فوق العرش مرتفع فوق العرش فوق مخلوقاته جل وعلا ثم قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ما أحد يتولاكم من دون الله إن تخلى الله عنكم فمن الذي يتولاكم أمن ذا الذي يرزقكم من أمسك إرزقه ورأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين لو نشفت الأرض وصار ما فيها من أبد ولمزى المطر من السماء ما الذي يجيب لكم الماء فالله جل وعلا هو الذي بيده الأمور ما لكم من دونه من ولي يتولاكم لو تخلى الله عنكم ولا شفيع هذا محب الشائع ما لكم غير الله من شفيع فالشفاعة ملك لله وهو الذي يأذن بها سبحانه وتعالى ولا تطلب من غيره لا تطلب من الأموات ومنه بل تطلب من الله نعم ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون فالميت لا يطلب منه شفاعة أصلا الحي تطلب منه الشفاعة بمعنى أنه يدعو الله أن يأذن له كما فعل النبي أو كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود نعم وقال الله تعالى وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا يَمْلُكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَهِ الشَّفَاعَةَ المشركون ليس لهم شفاعة ولا أحد يشفع فيها الشفاعة منتفية عن المشرك والكابر لا تقبل فيه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي أهل التوحيد الشفاعة إنما تنفع أهل التوحيد من شهد بالحق قال لا إله إلا الله وهم يعلمون يعلم معنى لا إله إلا الله ويعمل بمقتباه فليس المراد من لا إله إلا الله التلفظ بحروفها من غير معرفة لمعناها ثم أيضا ليس هذا هو القصد معرفة معناها بل لابد من العمل بمقتباه وما تدل عليه هذا معنى يعلم وهم يعلمون فهؤلاء هؤلاء هؤلاء ترجى لهم الشفاعة ويقبل الله الشفاعة فيهم يوم القيامة إذا حصل منهم شيء يقتضي تعذيبهم لكن عندهم التوحيد والإيمان فالله جل وعلا يتفضل على الشفعاء أن يشفعوا لهم فالشفاعة فيها تكريم للشافع وفيها نفع للمشفوع فيه وهي راجعة هو الله سبحانه وتعالى نعم وقال الله تعالى وَلَقَدْ جِيْتُمُنَا فُرَادَ فهل هذا شرك أكبر أم هو بدعة أرجو التفصيل في ذلك ليس بذلك تفصيل طلب الحوائج من الأموات دعاء أو غير دعاشر لأن الميت لا يملك شيئا والحي نعم تجي له تقول ادعو الله لي لأن الدعاء عمل والإنسان ما دام على قيد الحياة فالعمل ممكن في حقه لكن الميت انقطع عمله إذا مات ابن آدم انقطع عمله فهو لا يملك دعاء ولا غيره فطلب الحوائج منه دعاء أو غيره شرك بالله عزيز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفتكم الله كيف نرد على من يحتج بحديث كيف نرد على من يحتج بحديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون على استغاثتهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه حي في قبره يسمعهم ويجيبهم ليس هناك دليل على حياة الأنبياء من الكتاب ولا من السمة لكن إذا كان الشهد أحياء عند ربهم بنص القرآن فالأنبياء أولى منهم هذا هو طريق الاستدلال على حياة الأنبياء أنه إذا كان الشهد أحياء بنص القرآن فإن الأنبياء أولى منهم بذلك فهم أحياء لا في الحياة هذه حياة برزخية من الأمور الآخرة ليست مثل حياة هم في الدنيا تطلب منهم الحوائج وهم على قيد الحياة هم أحياء حياة أضروية تختلف عن حياتهم في الدنيا ولا تعلق لهم بذلك والحمد لله نعم نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حياة على الصلاح حياة على الصلاح حياة على الفلاح حياة على الفلاح والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقول السائل يصلون في قبولهم شا الدليل على هذا من قبل أن الأنبياء والرسل الصلوم في قبوله ورد رواية المنصر عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء تصلي في قبر عند الحطيب الأحمر لكن الرواية هذه لم تثبت كما نبه على ذلك الإمام بن كثير في تفسير وغيره أبن القيم هذه الرواية لم تثبت نعم ولو فدفت فهذا عمل أخرى صلاتهم لو فبدت فهي من أمور الآخرة ليست مثل صلاتهم في الدنيا نعم يقول فضيلة الشيخ ففتكم الله فهمت من الدرس أن التوسل بالميت لكن مع عدم يصرف شيء من العبادة له أن هذا الفعل بدعة فهل فهمي صحيح؟ نعم هذا صحيح توسل ينقسم إلى قسم إلى أقسام لكن التوسل الممنوع التوسل الممنوع ينقسم إلى قسم توسل إلى الله لتوسيق المخلوق دون أن يصرف لشيء من العبادة وإنما يجعله واسقة فقط هذا بدعة أما إذا صرى النوع الثاني إذا صرف شيء للواسطة من الذبح والنذر وغير ذلك هذا شرك أكبر وهذا الذي عليه القبوريون شوفهم يذبحون عند القبور ويستغيثون ذهم نعم فهذا شرك أكبر نعم يقول فضيلة الشيخ ففتكم الله قرأتوا أن هناك فرقا بين سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين سؤال الله بجاه غيره فهلونا سفرقوا في الحكم أبدا السؤال بالجاه لم يرد في حديث لا ضعيف بل ولا موضوع حتى ما ورد السؤال بالجاه وأما ما يذكرون من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توسلوا إلى الله بجاه فإن جاه عند الله عريض هذا حديث باطل موضوع مختلق كما نبه عليه الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من العلماء لم يفرق أن الرسول أمر أن توسل إلى الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم فالتوسل بالجاه بدعة نعم أقول فضيلة الشيخ ففتكم الله ما صفات المشفوع له الذي يرضى الله عنه وما صفات الشافع الذي يأذن الله له في الشفاعة صفاتهم من المؤمنين ولو كان عنده شيء يفتحق به أن يعذب أجل صفاته يعتبر من عصاة الموحدين والشاهد أن يكون من عباد الله من عباد الله الصالحين إما الملائكة وإما الرسل وإما عباد الله الصالحين من غيرهم نعم يقول فضيلة الشيخ ففتكم الله إذا توقفت المصلحة على أن يحلف قبوري وعلمت أنه سيحلف بالله كاذبا غير مبالي إذا توقفت المصلحة على أن يحلف قبوري وعلمت أنه سيحلف بالله كاذبا غير مبالي وعلمت أيضا أنه يعظم شخصا فلا يحلف به كاذبا فهل يجوز لي أن أطلب منه الحنفة بغير الله مسألة اليمين على الدعاوة أو اليمين على المنكر هذه من أعوال القضاة هذه من أعوال القضاة ومن ينظرون فيها نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله قرأت في رسالة كتبها شيخ الإسلام ابن حيني قرأت في رسالة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله إلى والدته قال فيها من أحمد بن ثيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينها بنعمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه فما رأيكم في التعبير بخدمة الله وكذلك عبر ابن القيم رحمه الله في هذه العبارة في مدارج السالكين نعم وأن كتبها شيخ الإسلام رحمه الله وهو في السجن كتبها إلى أمه والخدمة يريدون بها العبادة يريدون بها العبادة ولا يريدون الخدمة بمعنى إن المخلوق يخدم الخالق في قضاء حاجات للمخبوم وينوب عنه لا المراد بالخدمة هنا العبادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين أن معنى قول الله سبحانه ولم نكن نطعم المسكين أن معناها منع الزكاة وضينا أن سورة المدثر مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة فما التوجيه وفقكم الله وما كل ما نزل في مكة ما كل المكي إنه ما نزل إلا في مكة قد يكون هناك آيات نزلت في مكة بعد الهجرة تكون مكية هذا قول إن المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في مدينة هذا قول في هوا فيه نظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز الإشارة باليد عند ذكر أحاديث الصفات مثل حديث القلوب هل تجوز الإشارة باليد عند ذكر أحاديث الصفات مثل حديث القلوب بين أصفعين من أصابع الرحمن لا الذي لم يرد لا يقال صفات توقيفية ألا يجوز أن تحدث شيء من عندك تقول هذا التوضيح لا توردها كما جاءت لكن الحديث اللي أشار الرسول صلى الله عليه وسلم سميع بصير الصالة إشارة إلى سنة تجيب خاص هذا خاص لهذا الحديث فتأثيره كما ورد أما أن تتزود شيء من عندك لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى طول الداعي وشفع المحسنين منا في المسي وشفع المحسنين منا في المسيئين المحسنين يعني الموجودين في المسجد ولمجلس المجلس بمعنى أن تقبل دعاءهم فينا لا دعاء لنا هم على إطلاقه المحسنين في القبور تشفعهم في المسيئين لا نعم هذا المراجب الحاضرين الحيين نعم معنى تقبل دعاءهم لنا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا مدرس عندنا مدرس يدعي أن هناك خلافا بين أحاديث الشفاعة أن هناك خلافا بين أحاديث الشفاعة وبين تقرير مسألة أنه لا إيمان بدون عمل فينصح طلابه بعدم الخوض في مسألة تارك جنس العمل حتى إنه يقول وكنت دائما أكره الخوض في جنس العمل فإن ناقشني أحد وآصر اعترضت عليه بأحاديث الشفاعة فكيف نرد عليه وفقكم الله وهل هناك تعارض بين أحاديث الشفاعة وبين غيرها أولا يجب على المدرس أن يدرس الكتاب المقرر ويشرحها للمطلوب ولا يجيب آراء وأفكار من عنده أو فهم من عنده لأن هذه أمانة في جمته فلا يجوز له دخل أشياء من عنده أو من فهمه وإنما يدرس الكتاب المقرر هذا وما وما يعجز عنه فكيف توقف فيه أما أنه يجيب آفكار من عنده ويقول أنا وأنا أنا أرى كذا وأنا من أنت سبتة ترى كذا ما أنت بشيء أنت من جرد أنك تشرح عبارات العلماء فقط إذا فهمت وما فهمت توقف فيها هذا هو المطلوب من المدرس أما الخوف في جنس العمل والخوف هذا مفروغا منه أي أن الإيمان قول واعتقاد وعمال ما يكون إيمان إلا بهذه الثلاثة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح فإن نقص واحدا منها لم يكن إيمان يكفينا هذا ألا أنت دخل جنس العمل ولا نوع العمل ولا كذا ولا كذا نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل من أمريكا يقول أعمل في محل بيجزا حيث أقوم بتوصيل طلبات البيجزا للبيوت مع العلم أن هذا الطعام يحتوي أحيانا على لحم خنزير فهل فعلي جائز؟ لا ما يجب أن تبيع لحم الخنزير ولا مشتقات الخنزير ولا ما فيه لحم خنزير ما يجوز لك هذا هذا حرام هذا حرام ولا تبعه ولا تكن عاملا فيه وتوصله هذا حرام عليك نعم وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ ليس عندنا جامع في البلد الذي أعيش فيه ولا أصلي جماعة لأنه لا يوجد مسلم غيري في ذاك البلد فما الواجب علي يشيرون عنده مسجد ولا فيه مسلم لا يقول ليس عندنا يقول ليس عندي جامع بالبلد الذي أعيش فيه جامع ولا مسجد هو لازم يكون جامع هو لازم يكون جامع له مسجد والألقات لا أقول ولا يوجد مسلم غيري في هذا البلد فما الواجب علي واجب أن تصلي أن تحاضر على الصلاة إن كان عندك أحد من المسلمين تصلون جماعة وإن كان مع أنك أحد صل وحدك الحمد لله لا ليس ترك الصلاة تقول ما عندي أحد نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله سائل من فرنسا يقول تزوجت من امرأة لها ولنا أطفال صغار يقول تزوجت من امرأة ولنا أطفال صغار نعم وبعد ذلك علمت أن زوجتي تتعاطى المخدرات فما نصيحتكم وهل يجوز لي أن أطلقها لهذا السبب ما هو يجوز لك يجب عليك أن تتطلقها ما دامت تعاطى المخدرات تفسد بيتك وتفسد أولادك وأن تؤوها وهي مجرمة عجب عليك المبادرة بطلقها وفراقها إلا لو تابت فوضة صحيحة وتركت المخدرات أي زوجتك أما إن استمرت فلا يفرح أن تبقى نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله امرأة اعتمرت ثلاث مرات نعم وكانت تأتيها الدورة الشهرية وحياء من رفقتها لم تكن تخبرهم فكانت تطوف وتسعى فما الواجب عليها علما أنها امرأة متزوجة هذا يحتاج أن تكتب سؤاله وتوظفه وتقدمه للإفتاء ينظرون فيه أن يمشنا فيها احتمالات وفيها أشياء ما ندري عنها لازم من التفاصيل نعم وهل اعتمرت بعدها وما اعتمرت وهل وهل العقد عقد الزواج متى حصل لا بد يبين هذا كله نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا أتيت للصلاة والإمام راكع ثم تبّرت تكبيرة الإحرام وتبّرت للركوع وفي نفس الوقت قفع الإمام من الركوع ثم ركعت وقمت مع الإمام فهل فعلي صحيح فإنك صحيح تدخل في الصلاة لكن الركعة ما أدركتها مدام رفع الإمام رأسه قبل أن تنحني أنت وإنما مجرد أنك كبرت فقط فهذا لم تدرك الركعة لكن تكون قد دخلت في الصلاة وفاتت في الركعة الأولى تأتي بركعة بعد سلام الإمام ولا تدرك الركعة إلا إذا وصلت يداك إلى ركبتيك إذا إن حنيت وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن نرفع الإمام فقد أدركتها الركوع نعم نقول فضيلة الشيخ وفتكم الله أكياس البلاستيك التي تكون في البقالات يوجد على بعضها اسم الله سبحانه كان يوجد طريق الملك عبد العزيز أو طريق الملك عبد الله أو غير ذلك فهل من حرج في رمي هذه الأكياس أم لابد من الاحتفاظ بها بداية عندما تسمع هذه الأكياس يجب أن يلاحظ هذا وأن لا يكتب عليها اسم الله عز وجل لكن مدام كتب وانتهى فهذا شيء غير مقصود هذا شيء غير مقصود ولا قصدوا به لذلك يمكن الانتفاع بهذه الأكياس لأن الكتابة عليها غير مقصودة المقصود إلا أن تكون أوعية للحاجات والأغراض لكن في البداية يجب عند الصناعة الصناعة أن يمنع هذا الشيء نعم أما أنت بفجرة وفجرة في المجال من جالة ومن صيدينية ومن نعم في معنى أن هذا ما هو مقصود نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نريد إنشاء مسجد فلو وضعنا المنبر في الجهة الثانية بدل التي هو فيها في المساجد المعتادة بحيث يكون على يسار الإمام عند الصلاة فهل هذا جائد؟ ألا تراجعون شؤون المساجد ما تغيرون شيء في المسجد ألا مراجعين شؤون المساجد وهي تنظر فيها عندها وعندها استلاحات وأشيا وعندها أحكام شرعية تنفذها في المساجد راجعوها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قمت لصلاة الفجر متأخرا فهل أقدم ركعتي الفجر نعم إذا قمت لصلاة الفجر متأخرا فهل أقدم ركعتي الفجر قبل الصلاة حتى ولو خشيت طلوع الشمس نعم هذا لابد منه تقدم ركعتي الفجر قبل الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وش اللي نظمت عن صلاة الفجر تخلي الجماعة تأخر الصلاة إن كان هذا عن غلبة وانت ناقصتك فانت معلور أما إن كان عادة حكذا اعتدت منك ما تقول هذا غلط كبير أولا فاتت صلاة الجماعة وثانيا أخرجت الصلاة عن وقتها بسبب كفريطك نعم صلى الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا الله أكبر شكرا